تلقى الحملات التوعاوية التي تقوم بها مدينيات الشرطة فيما يتعلق بالإرشادات الهدفة للحد من انتشار فيروس كورونا تجاوبا مجتمعيا متميزا يؤكد أن المسؤولية المجتمعية والحرص على سلامة الجميع تشكل المخرج الطبيعي من هذه الأزمة تعد توعية من الأمور الجوهرية في الحملة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا ولذلك فإن شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية تعمل بجانب إنفاذ القانون فيما يتعلق بمنع التجمعات التي تزيد عن خمسة أشخاص على تكثيف حملاتها التوعاوية مستخدمة بذلك عدة لغات للوصول للجاليات الأجنبية للتأكيد على أهمية اتباع الإجراءات والإرشادات وتجنب التجمعات لسلامتهم والآخرين قامت مدرية شرطة المحافظة الجنوبية بعمل خطة أمنية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 من خلال تنسيق مع وزارة الصحة لعمل الفريق يقوم بأخذ عينات عشوائية للمواطنين والمقيمين في المنطقة أيضا تم التنسيق مع إدارة الدفاع المدني لتشكيل فريق يقوم بتعقييم وتطهير الشوارع أيضا تم تشكيل فريق عمل يعمل على مدار الساعة للقيام بحملات توعوية وحملات إرشادية بعدة لغات وتم تشكيل فريق لراسة تجمعات أكثر من خمس أشخاص والحمد لله تلاقينا قبول وإجاب من جميع المواطنين والمقيمين وهذا اندل على وعيهم في الشراكة المجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا وتعد السلامة العامة مسؤولية مجتمعية تتطلب تجاوبا من المواطني والمقيم مع التعليمات التي تهدف بالدرجة الأولى إلى سلامة الفرد ومن ثم سلامة المجتمع ككل دور شرطة المجتمع دورهم واضح وصريح هم عبارة عن حلقة وصل كانت بين المواطنين نفسهم والمقيمين معهم بنفس الوقت فهم عبارة دورهم كان تعزيز للشراكة المجتمعية من خلال زيارات المدانية اللي قامتها مع وزارة الصحة من خلال أخذ العينات العشوائية من المواطنين والمقيمين عندنا في المملكة بالإضافة إلى إحنا شفنا فيديوهات توعوية عرضت على تلفزيون البحرين كانت تتكلم بثلاث لغات الإنجليزية والعربية والأوردو والهندية بالإضافة إلى لغة الصم والبكم فكل الشكر لأبطال الخط والصف الأول عندنا في المملكة وعلى رأسهم سيدي صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد وزارة الداخلية ووزارة الصحة عمل دوريات شرطة خدمة المجتمع اللي تكون منتشرة في مناطق حيوية في مملكة البحرين وذلك عن طريق نشر بروشيرات توعوية بعدة لقات ومن أهداف هاي البروشيرات إنه يجب ترك مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص والآخر فأتمنى من جميع المواطنين والمقيمين إنهم يتعاونون مع شرطة خدمة المجتمع لأن هاي في النهاية راح يصب في خدمة الجميع صحتهم إن الاستمرار في القيام بمثل هذه الحملات التوعوية مسؤولية مشتركة ما بين شرطة خدمة المجتمع وكل مواطن ومقيم فالهدف هو وضع حد لهذه الأزمة الأمر الذي يأتي بالالتزام بالإجراءات وفي مقدمتها عدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة وما يختضيه التباعد الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر